اشتركوا في القناة سعادة رئيس المؤتمر الموقر أصحاب السعادة الموقرين رؤساء الوفود المشاركة السيدات والسادة الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في البدء اسمحوا لي أن أهني الاتحاد الدولي للارتصالات على نجاحاته المتواصلة في دعم غطاء الاتصالات وتقانة المعلومات وسعيه الدؤوب من أجل تحقيق شعاره الطموح بالالتزام بتوصيل العالم وما نشهده الآن من طفرة في انتشار استخدامات تقنيات الاتصالات والمعلومات بما فيها الانترنت وإسهاماتها الجلية في ترقية المجتمعات لدليل قاطع على نجاح قيادة الاتحاد في تنفيذ التزاماتها فيها الشعوب وقد ساهمت النهضة في قطاع الاتصالات والمعلومات في منطقتنا العربية كما في العالم أجمع في تطوير قطاعات المجتمع الأخرى من صحة وتعليم وتواصل اجتماعي وغيرها من المجالات الحيوية لدفع عجلة التنمية والرقي بحياة الشعوب وتحقيق أهداف التنمية المستدامة السيد الرئيس أصحاب المعالي السادة المؤتمرون تواجه كثير من دول القارة الإفريقية والدول النامية العديد من التحديات في سبيل إنفاز أهداف التنمية المستدامة رغم المحاولات الجادة والمتزايدة في التغلب على تلك التحديات فكثير من الدول النامية تعاني من شح خدمات السعات العريضة خاصة في المناطق غير ذات الجدوى الاقتصادية والدول غير ساحلية وتعاني أيضاً عدم توفر الاستراتيات الخاصة بالأمن السيبراني وحماية الأطفال على الخط والاتصالات في حالات الطوارئ وغيرها ومن هذا المنطلق فإننا كدول نامية نزعى من خلال هذا المؤتمر ومن خلال المشاركة الفاعلة في المؤتمرات والفعاليات الهامة بالاتحاد الدولي للاتصالات لعكس هذه التحديات والعمل على التغلب عليها والمشاركة الفاعلة في صياغة الغرارات والتوصيات التي تساعد على تحقيق أهداف التنمية المفتدامة في بلداننا وفي العالم أجمع والسودان سيد الرئيس كان حضوراً في جميع مناشط الاتحاد ومساهماً بفعالية في الوصول إلى غرارات توافقية بين الأعضاء بما يدعم مسيرة تنمية غطاء الاتصالات والمعلومات وقد استضاف العديد من الفعاليات الهامة كان آخرها الاجتماع التحضيري العربي لمؤتمر تنمية الاتصالات ومنتدى تنمية الاتصالات في يناير الماضي وتعاون السودان مع الاتحاد في أكثر من مشروع من بينها الاستعانة بخبراء سودانيون في مجالات عدة من بينها الأمن السيبراني والتحول من الإصدار الرابع إلى الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت وكذلك برنامج SMS for DC وتوصيل المناطق النائية كذلك تواجد السودان كنائب الرئيس في المجموعات الدراسية في غطاعات الاتحاد الثلاثة ومن هذا المنبر فإننا نكرر ونؤكد التزامنا بالعمل مع الاتحاد الدولي للاتصالات والشركاء المحليين والإقليميين والدوليين على تحقيق أهداف التنمية المفتدامة وصولاً لخلق بيئة اقتصادية واجتماعية تطبّغ الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا لكي يعم النفع على شعبنا وشعوب العالم في جميع نواحي الحياة وأود أن أشير هنا إلى أن السودان ينعم ببيئة اتصالات ذات سمة تنافسية تنظيمية عالية ونعمل بصورة متناغمة مع القطاع الخاص وفق قوانين وتشريعات واضحة وملزمة ليميع الأطراف وقد ساهم هذا الاستغرار في القطاع للاستمرار في عدد مقدر من المشاريع من بينها توصيل المناطق الريفية والنائية وأدى إلى تجاوز عدد مشترك الهاتف السيار بالسودان إلى 28 مليون مشترك من أصل 33 مليون عدد السكان السودان بنهاية الربع الثاني من هذا العام ونسبة تغطية بلغت أكثر من 88% من المساحة المأهولة بالسكان البالغة 2 مليون كيلومتر مربع كما بلغت مسارات الكوابل الضوئية أكثر من 31 ألف كيلومتر تغطي مسارات الطرغة الغومية والمدن الرئيسية وصولاً إلى دور الجوار عبر خطوط الربط الإغليمي والغاري والسودان أيضاً قام بتطوير نقطة تبادل إنترنت قومية iXB وفي مزعى لتوصيلها مع النغاطة الأخرى في المنطقة لتشكيل نغاط تبادل إنترنت إغليمية regional iXB فوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في السودان والشركاء من شركات الاتصالات والقطاع الخاص تسعى للاستفادة من موقع السودان في قلب القارة ومساحته الكبيرة وتداخله المتميز مع جيرانه من الدول الشغيغة سيد الرئيس لا يسعني في ختام هذه الكلمة إلا أن أعبر لكم عن خالص شكرنا وتقديرنا باسم حكومة وشعب السودان لحكومة وشعب الأرجنتين على كرم الضيافة والحفاوة البالغة وحسن التنظيم ولا يفوتني أن أشكر الأخ الأمين العام هولينزاو الذي نقدم له الدعوة لزيارة الخرطوم ملتغى النيلين أثوى بالسيد مالكوم جونسون نائب رئيس الاتحاد الذي تشرفنا بزيارته سابقا ونشكر كذلك رؤساء وأعضاء الغطاعات لمشاركتهم بفعالية لتنفيذ الأهداف المرجوة من الاتحاد ومساعدة الدول النامية كما أنه من دواعي سروري أن أتقدم إليكم أخي الرئيس بالتهنئة لاختياركم لرئاسة هذا المؤتمر الهام متمنين لكم النجاح والتوفيق وقبل أن أختم أود أن أشير إلى غرار الإدارة الأمريكية بربع العقوبات الاقتصادية عن السودان هذا الغرار الذي سيبدأ سريانه يوم الخميس المغبل وسيكون له انعكاس كبير على تطور غطاء الاتصالات وعلى إسهام السودان مع الاتحاد الدولي للاتصالات في تنمية الغطاع في إفريقيا والعالم العربي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر